اي افام اي افام ستناف مع ملك البكاري سبعة وقت ساعة خائف على اي افام احلى غاديو اهلا سهلا بكم الناس لكل اليوم الاثنين ثمانية اوت بداية اسبوع موافقة للجميع كل عادة الرحلة والمشوار متواصلين في لوسة نوف على اي افام من الاثنين لجمعة من سبعة وقت ساعة وقت سباح سعيدة جدا اني نتلقى بكم كل صبحية على اي افام اكيد عودة على ابرز التصريحات المواقف الاخبار هوني تلقاهم على مدارس ياتين كل عادة بسعى لولا نقا معنا فتح المودة اهلا سهلا بكم سباح الوارد اهلا ملاك سباح الفل ليك والريش والسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والان البارحة توجعت واحد شوية وشوية توجعت برشة لانه فما حرب فما شهداء وفما الصمت رهيب ستة وثلاثين شهيد ووليدات صغار وونسا وضرب معناها دوب لا شفقة ولا رحمة ولكن الدور في وسائل اعلام الكل تلوج دقاء كل الاخبار نحكي على الوسائل اعلام الاجنبية نحكي على التونسية على الاقل وكأنه هم عندهم بشر واحنا ما عاناش بشر تحية لاخواننا في الاراضي المحتلة الفلسطينيين اللي عنيوا يوميا فعلا بشي يوجع القلب وقت اللي تسمح المجزرة المتواصلة ويقابلها يقابلها يا ملك الصمت الرهيل تحية لك للإشارة هذية و لللفتة هذية ذك عليش اليوم في الوان توان ضيفنا بشكون تهايل الفهوم سفير دولة فلسطين بتونس في مواكبة لآخر التطورات والأوضاع الميدانية هناك في فلسطين شنو اللي ساير بالضبط شنو الأسباب إلى الترشيقة هذية من وضو جديد خلينا نقول اللي حاملة معها شهداء للأسف رب يرحمهم وينعمهم هذا يبشيكون موضوعنا مع ضيفنا في الساعة الثانية دايوغ ساعة ثانية اللي يرفقني فيها أنس بن مالك لأنه مختار تحيالي مختار خالفاوي خرج هكا في عطلة قصيرة ويرجع لنا في آخر قوت إن شاء الله أريج الحمروني سباح الورد سباح خير ملك سباح خير متر ومرحبت كيف تمستمعي ومستمعات إذاعة إيافت كل عادة أريج أجيكم في لوفري فود لانفو لكن قبل في الأخبار زينة أيمن نزروق بعد شوية زادة في أخبار الرياضة ذكركم اللي اللي في ساعة الأولى يكون محسن بن ساسي رئيس غرفة تجارة لملابس الجهزة شنية أمور السول منذ انتلاقوا الأسبوع المنقذي هذية موضوعنا في الساعة ساعة الأولى أيضا إلى جارب العديد من الأخبار سبعة وثمانين اثناش دقيقة على إيافت محل غاديو الكلمة الأريج في الأخبار زينة سباح الخير من جديد أول أخبار زينة يجيونا من جامعية أمنية يعطيهم الصحة على مبادرتهم هذية نشوفوا تصاور متاع دار موسنين جرومبيل يلي هزوهم عملوا عومة هزوهم البنزرت نشوفوا تصاور على إيافم تي في كيفاش الفرحة لحقيقة موجودة على يعني متساكنية دار المسنين هذية ونشكرهم بالحق خاطر ناس هذو ما مستحقين صحيح عندهم وين يكلوا ويشربوا ويعيشوا كل أما زيدة هما عاونوهم باش يتفرهدوا كيما الناس الكل ويستمتعوا بالصيف متاحهم في الصخانة هذية أخبار زين هو شكرا مشكورة جمعية أمنيا اللي عملت المجهودات هذية الكل أما بيتنا وميتنا رو رو مش مرة في الفيل نعملوها الحكاية المذبية الأمنيا تكون متواصلة ولأنه فعلا أنا قريت في شبش نقول معناها عليش استثناء إحنا بلاد كلها بحورات أولا ثانيا مواطنين من درجة أولى إذا كان تحب معناها تقيم فعلا الناس هذو كبار السن واللي أي إنسان رهو غدوة بشي واللي كبير السن نعم بطبيعتنا الناس الكل ماشين لهالمرحلة هذه الناس هذو منتعنا هذو منكرموهم هذو من واللي تبعت في الخبار متعاريش وأنه في جرومباليا وهزوم البنزارت معناها رحلة حلوة بورطان جرومباليا قريبونهم البحر في نابل في الحمام هذو من البنزارت بشي عملوا تحواسها شوف فالكم عند كباركم راهو مش عند صغاركم معناها قد ما تعمل الباهي مع كبارك غدوة صغارك يتفرجوا ويراو ويتبقولك منيش بتنحكي حكاية العروي متع كانت تذكروها متع الفراشية اللي قسمها في اثنين دونك ردوا بنا أذوكم راههم أذوكم اللي نمشيو ونعيشوا بش نوفرو لهم كل ما يستلزم لأنه فعلا فعلا شي يعمل الكيف ولكن يجبوا يكون عادي جدا هذو ما البركة البركة بركة الدار فتحي وذول اللي كلنا عايشنا في وسط العائلة الكبيرة خطر عنا العائلة المصغرة والعائلة الكبيرة يلا يجلي بعد ثاني أخبارنا زينا جينا من مستشفى الحبيب بورجيبة بسفيقس لمتبرع فرق الحياة دوك أعطاء أعضاؤه لمريض دوك هي أول عملية ناشحة لعملية انتزاع متعدد للأعضاء في تونس وذيوغ هذية ولت هي من قميز ولي حتى على بطاقة التعريف اللي حب يتبرع يتكتب على بطاقة التعريف دعو متبرع بالطبع على أسف لهنا عنا قانون ثوري تعمل في التسعينات عام واحد وتسعين عملنا قانون ثوري فعلا في التبرع بالأعضاء وعملنا معناها الحياة البشرية مضمونة وقلبنا المبادئ في القانون ذا وأنه الإنسان يقول أنا من تبرعش المبدأ وأنه يتبرع ولكن عملنا بطاقة التعريف عملنا غيرها ولهنا يرى برشة مؤسسات استشفائية معناها وسبيتارات يعانيوا من العقلية وأنه يتبرع للإنسانية للإنسانية تعطي الحياة تواصل حياتك حتى مع شخص آخر تعطيه معناها فعلا عنا قانون ثوري ولكن عقلية يجبها فعلا تولي ثورية شكرا لك أريج عندك مهمة أخرى توافي يظهر لي من سفاقس شوفلنا شنو اللي صار في سفاقس البارح لأنه تقريبا الاخبار رهبطنا مع نصلي اللي صار في مسرحية العبدالي انتحاب القوات الأمنية اللي مفروض تأمن العرض هذي وعلى ما يبدو صائرة تداعيات للمسألة هذين خليك تبع الأمور هذي الكل ترجعنا بعد شوية في نصله نصلي بعد شوية ومع أيمن زروق لكن قبل ذلك خليني نستقبل شي ما صباح الورد صباح الفل صباحكم بالخير كل عادة بداية أسبوع أما بداية أسبوع مقابلها عطلة صيفية يظهر لي سافة أحوال الكيسيات مهيش مجتبة برسي مجتبة برسي والاهي أنا شوفت بعيني براح في اللوتوروت بالحق الدنيا كيلومترات والمشكلة فيش فتحي بربي سامحني مش ناخذ مقطة تلكين ثانية شايمة المشكلة إنك حتى كيتمشي في الكوتيم تاعة تلا بياش حتى هذيك بالكيلومتر وبالزوز حابس الدنيا أعليش خط البريير ما تهزدتش هوا هذيك عمل لك شي دوم علي خربة واحد الدنيا قاعدين يتعاركوا بله شوية سيسروحنا شوية لقد محلوحك شايمة اللى فتطة فيك يفهم أحلى غydiو 7 و89 دقيقة هلا سهلة بكم والناس الكل رجعنا لكم في ساعتنا الولامة الساعة نوف رجعنا مع الأخبار الرياضية المرة هذية ويرفقنا تيلة الأسبوع أي من زروق سبح النور سبح الفول شنا هو يلكمل كون جيعا في فورما العودة العودة يلا العودة دمنا نخليكم مع فتحي المو ديو 7 و9 دقيقة صدق 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 ولا لا ولا مش برشة شكرا لتما فتحي في عكاية السبور وكما ترى أن ملاعبي يحرق الإيطاليا نتحدث عن حرص أواص نادي رياضي الأسفيقسي ومنتخب الوطني التونسي مؤخراً أخذي البكالوريا وبركة نادي رياضي الأسفيقسي وحصوله على البكالوريا نتحدث عن ملاعبي مع أنتها دانسر تانيبوت حصل على البكالوريا كيف عرفنا الموضوع هذا؟ هذا التصوير فالكالوريا علي الشلبي هنهتو نادي رياضي الأسفيقسي حرص المرمى هذا يبايا في البروفيل متاعه هبت تصويره وفيديوه في وقت عملية الحرقة موثقة يعني حقاً وقت اللي وصل الإيطالي يكتبها الحمد لله وقدمها قلب أحمر الحمد لله أني صنتي لسواحل الإيطالية العربي الجديد موقع العربي الجديد تصل بالحرص وقال إن معانتها الأسباب متاع الحرقة متوع دائر هذي هي التصويره في القارب هذي معانتها في الفلوكا أو بما يسمى بشقف متاع الحرقة اللي مشاه فيها علي الشلبي يقول الأسباب حسب تصريحه في الموقع العربي الجديد أنه تعرض الظلم والمحابات بما يسمى المعارف معاناها موش في نادي رياضي سفيقسي بل في المنتخب الوطني لتونسي إنه تم حراس بتدخل بعض من الأولياء فحسب بنوع من القهرة وعرف إنه مستقبل المتاعه معانتها فيه مسدود شوية بارابول كاريرو الرياضية خاصة إنه تلقى دعوة من نادي إيطالي بش يعمل معاهدة تيست ويعدي بريود في إيطاليا كي تقدم للفيزا روفزوه في الفيزا فبالتالي يلقى الحل إنه يعمل عملية الهجرة غير شرعية هنا عنا زوزوجات نظر اللي تقول أسوبوان الإنسيداد الآفاق في تونس وفي بلادنا وليشابه عمرو 18 سنين متحص على باكالوريا يعني مزال مستقبل القديم أسوبوان لها الدرجة تسكرت البيبان في بلادنا خطر زادة كينسما ونحنا عباد عندها موش هيد باكالونسما وزادة عندها لسانس ومسار الدكتوراه قاعدين يحرقوا أسوبوان هنا تسكرت البيبان وإلا ثم نوع من المبالغة والأسباب اللي قالها غير مقنعة وهذاك عليش أيمن كل ما يتفتح ملف الهجرة على طويلة النقاش ومع الأخصائيين يقول لهم يا ولدي انتبهوا يا ولدي انتبهوا راه المقاربة متنجمش تكون أمنية فقط راهوا يزمك تفهم مش معاناها حامل اللي شهادة الدكتوراه أو اللي شهادة عليا أو اللي ماجستير أو كيمالوليد هذي مزالك يخدير الباك متاعه ومزالك عنده مستقبل حتى في العالم الرياضي ويبدأ التبني متاعه من قبل جمعية عريقة شنو اللي خلي شوفوا المقاربات الأخرى النفسية الاجتماعية السوسيولوجي خلينا نفهموا عليش الناس هذو ما بعدش عينو بشعيشو هوني تعرف ادخلت في عمق السياسة لانو الملف متاع الحارس محمد عليا ذايا في عمق السياسة شنو معناه عليش حرقة لولايد عمق السياسة في الفريق الوطني من المينيم الكاديلي جينيور الفريق الوطني التونسي معناه البس عالم تونس البس المالونة في السياسة تعرفتي علاش لانو الكتاف في الكورة اخر ما وهذا عايشينو الاولياء اللي عندو الفلوس والدو يلعب تتذكر احنا صغار في الحومة اللي عندو مولا الكورة يجب مولا يلعب كان نخرجوه يزكورت ويراوها خلينها عشيح ولات الكتاف في الكورة الاولياء يجيوا للتمارين متاع الصغيرات انا عشت برشة حالات متاع ولت زوالي تقاه نابغة متاع كورة لكن كيمشي مسكين يبدأ تحت الحيد على خاطر فلان الاخر جايبوا ابوه ولا امه بكربة مرساديسة يهبتوا يهبتوا ما عرش يلعب حتى عشرة في المياه مكلولايد الزوالي بالكتاف تلعب بالفلوس تلعب السيدة ذايا قاعد الدنيا بكل مسدودة الاكتاف في الكورة اليوم نعم مع الاسف ويقولوا وين هم وليداتنا كانت البطاحي معادش هما بطاحي مقتعر بالعمارات والدنيا معادش هما البطاحي ولت اكاديميات تدفع الفلوس بش ولدك يلعب الكورة قبل لي يعطيوك الفلوس بتجي تلعب اليوم صيحت فزاع لو كان جينا الدنيا الحرقة متعلو لي داذايا تسعتاشر سنة وعندو الباك ويلعف الفريق بالوطني اش قال اقل كلمة واحدة قالك حرقوني اللي اغال بلولي يدخلوا منا انا مش عندي بلاستي حرقوني معناها سمحني حرقة حرقة لانه تحرق لانه وليت فهمة لكتاف في الكورة وموجودة لكتاف في الكورة ولهنه فعلا المسئولين على النوادي بربي ما تحطوش على صغيرات الناس اللي جي حطوا على صغيرات الناس اكفاء يعرفي قيم من لاعبي اللي ولد صغير كانوا من لاعبي شعندو في سقيه مش بوش عندو كونت في البانكة ملو غزمو بضبط سورلا فون فقط نغلقو في عشرة ثواني انو الشباب في كل حالات دي ما طوى الوبجكتيف متاع الشباب هو انو يغادر سوى هجرة شرعية او هجرة غير شرعية سيلا مام شوز انت ما فهمش فرق بير انو الاطباء قاعدين يغادر والمهندسين قاعدين يغادر والمهندسين شبائن والمهندسين قاعدين تغادر الوبجكتيف سوى كان هجرة شرعية اللي عندو الامكانية بشي هجر شرعيا ساحاليه اذا كان ما عندوش الامكانية خاطرهو حاب ياخدو الفيزا مباد بيع فلاف برا بيزادة باش بشصير اش كنفوزيون الناس اللي يتابع فينا رامناش قاعدين شجوع الهجرة قاعدين حاولو نفهمو قاعدين نشوفو فلا السباب اللي تخالي دي بخفيل كيفما هذوما قاعدين يغادروا في البلاد خلصة من با بطريقة شرعية عقوبة الاتحاد الاوروبي فينيرباتشي والجمهور خمسين الف اروا مع غلق جزء من المدارج بسبب هو تفيد جيمير فينيرباتشي متر باسم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي هو شنو اللي صار في المباراة دعا الدور التامهيدي الاخراني ذاكا متاع تشامبينزليج مؤهل دور المجموعات بارتي فينيرباتشي ودينامو كييف الاوكراني وقتلي مركة دينامو كييف جمهور فينيرباتشي في طريق انتاع استفزاز الفريق الاوكراني باسم فلاديمير بوتين ونعرفه الصراع وكذا فتدخل الاتحاد الاوروبي في تدخل رشيق وخفيف وعمل العقوبة خمسين الف دولار خمسين الف اروا مع غلق الفيراج عندي ملاحظة هنا والله يا نورمال اليوم بفيت مع ايمن نورمال موم بدا وملاحظة 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 رينا الويفاء اي مقابلة مهما كان نوحة يلزم تبدأ بتحية للفريق الاوكراني للشعب الاوكراني رينا اخرتها جمعة اخرى كانت تتذكر المواطن اللي بط معناها بسد ضرب الجزاء تحية للشعب الاوكراني هذي سياسة ولا مش سياسة هذم في مدارج متاع ملاحب يعملوا في السياسة تبقى سياسة مهوش مع اوكرانيا سياسة مع فلاديمير بوتينو ومع روسيا تعاقب هذم وهذم لها نرجع لنفس القضية الفلسطينية فعلا ما نسمحوني انتوما تقولوا تمنعوا السياسة في الرياضة وانتوما في عمق السياسة في داخل الرياضة فقط شو نكملوا بتصويرها هي موش خبر كان بيودنا حبي ماشيسي رونايتد لحقيقا هتيكم تصويرها ازين شوية هكفيها نوع من الفرحة ووجوه موش مائزة كيما وجه كريستيانو وبران صبحنا لكم تصويرها مع انت بريموت باركالله شوفوا الفرحة وجوء وجه الناير متاع كريستيانو ورونالد وذي بعض الهزيمة البارح ضد برايتون ماشيسي رونايتد سنينة منها برشة اميركاتو كبير عملتو الانجلوتيل كل تحكي هل ستكون السنة الإقلاع بالنسبة الماشيسي رونايتد اريك تينهاق مدرب جديد متاع مانشستر بارح اول ماتش في السيزن في البرمير ليك في الولترافول ضد برايتون سابعين الالف دوزنة جيت في اول معناه كحاشي بيك يا وجه خبشو كرطات تصويرها هذي انا ابعتت كريستيان ورونالدو كريستيان ورونالدو ورافايل فاران معناها كريستيان ورونالدو ورافايل فاران معناها تقريب الكابتان الثاني متاع فرنسا بعد لوريس وقايت فريق البرتغال على البنك ويلعبونا شخرين والاثنين هذوكم قدش هزو اربعة شامبلونس ليجي مع ريال مدرية على البنك ما هو كريستيانو ميحبش ترينة وكريستيانو يلاو شي جامعية وليك عندك ثقافة كوراوية بها يا مليك وهو زعم المدرب حب يوري قوت شخصين بتاعراني قوي ياسر الى درجة اني نحط كريستيانو على البنك يتمرد علي يا اخي كليزوز بليش في ميتهم التصويره احسن تعليق على التصويره هذي شوف كريستيانو وفاران هاجدوا ثلاثة ولا اربعة شامبيونس ليج مع ريال ناعش قديش يغزروا لبعادهم فريقهم خسرتني بشي هما معناه بودالي رمب الشوق زرلوا كريستيانو قالوا بربي احنا شنا عمله هوني شمجيبنا لهوني كنا في القمة هبطنا للقاع الاجابة عن داري ماجواير اكيد المدافع العجوبة والله لا شكرا لك ايمن بربي خفلنا من سياسة في الكورة بربي مراجع جمعا كمنا عندك معنا كريستيانو كان فيها ثمة فلوس ثمة حكايات شكرا لك ايمن زروق الموعود غضو ان شاء الله يجدد بربي مراجعا بربي مراجعا على ايافين احلى غاديو ايافين احلى غاديو سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مرحبا بكم الناس الكل مرحبا من جديد فتحي مرحبا كيما قلتلكم بش نرجع لسفيقس بعد لحظات مع اريش حمروني سفيقس اللي تقريبا الاخبار اهبطت معه منتصف الليل الامن ينسحب من مسرحية بلوتفيل عبداللي يقال انه رفض مواصلة تأمين العرض في الدورة 42 لمهرجين سفيقس الدولي بعد كتفين دقيقة من انتلاق العرض مش نحاولو نفهم وشنو اللي ساير اريش تعمل في اتصالاتها منذ الساعات الاولى للصباح سباح الخير اريجا سباح الخير من جديد مالك كيما كنت انت تحكي على انسحاب قوية الامن من تأمين ومواصلة تأمين عرض مسرحية لطفيل عبداللي البرح في سفيقس نحنا حقيقة حاولنا انه ناخذ الاطراف الزوز اتصلت بلطفيل عبداللي لحقيقة ما يهزش اما اتوم امون احنا موجودين كان هو يحب يوضح ويحكي لنا من وجهة نظر متاعه هو شنو اللي سار بالضبط لكن نحنا معانا سيموعز دبيبي ناطق بصن الامنة العامة لقوية الامن الداخلي مش وضح لنا اكثر ويعطينا اكثر تفاصيل على اليسار البرح سباح خير سيموعز مرحب بيبيك اي تفضل انا معز دبيبي رئيس الرابط الوطنية الامنة والمواطنة واضح سيموعز يعطيك صحة وعفوان على الخطأ لو توضح لنا سيموعز شنو اللي سار بضبط البرح هو اللي سار البرح قادي تكرر تقريبا في اغلب العروض اللي قادي قدنا فيها لطفيل عبداللي احنا معناش ضد الابداع المسرحي او الاداء المسرحي الناقض في كل تقريب المجالات ومعناش فوقها معناش النقل ببقى وقت اللي يلطف الابداللي يستعمل معناش المؤسسة الامنية كمادة معناش فيها برشة اهانة فيها برشة اعتداء فيها برشة تلميحات للمؤسسة الامنية بلاد ميش ناقصة بلاد ميش ناقصة خاصة في انتهاك معناش هياك للدولة وخاصة المؤسسة الامنية انت قدام الاس من الجماهير يظهر لي الكلمة بحسبها تكون مسكول معناش على الكلام سمى كلام والفاظ وسمى عبارات وتلميحات لا تليق سيمو عز تفضل تفضل ما تليقش بهايك للدولة معناش نشوفه في اغلب الدول وخاصة من المؤسسات الدولة الذات تبغى اه امنية وعسكرية معناش ما تكونش مادة بش يجي انسان معناش يجرح بش سيفة هذيك بالطريفة هذيك واتكررت العديد من المرات وعن ناول وقت معناها تقريبا جالت سير في الإتار هذيك وحكايا وحكايا معها لولوكسي عبداللي وهي لولوكسي عبداللي تنجف بلاك تنفض وتنجف ان تحت المادة اللي تحب عليها اما الطريقة المهمة تنجب ان تنصبها اعوان امن الموجودين هم وعائلاتهم معناها انت اعوان الامن الموجودين عليك في تأمين معناها المسرح وتأمين المسرحية راه هم عندهم عائلات منجب انتفرروا فيه منجب انشاهدوك منجب انشوفوك ومعناها السيد هذا يكمل تستبدل المؤسسة الامنة وقع على القل في مرحلة اولى تنبيه علي وقال له احنا جاينا باش نأمنوك ونأمنو المسرح ومسرح وكذا معناها جميع باش تتسبول احنا وجاينا باش نتشلكول احنا الا انه سيد هدك كمل في عملية دفع الجماهير الى ردة الفعل معناها ولا يعمل في الشوق من خلال معناها تدخل امني في ما يخص معناها ايهانات عادة بسير ولا يحرب في الجماهير على المؤسسة الامنية بعد ولا يستعمل شك سيد رئيك الجمهورية على اساس معناها تقليب على المؤسسة الامنية معناها اعمل بالميت تعمل في كل سيمو عز دبابي معك مالك بكاري مرحبا سباح النور صدر الملاك حبيد فقط السؤال اللي ناس توقع ده تتفاعل بغض النظر على الاسار يقولك هل كان من الممكن انه ننتظروا نهاية العرض بما انه معبية تقريبا المسرح معبية بالمواطنين هل كان من الممكن انتظار نهاية العرض تأمين ساعة الجماهير الحاضرة في وسط المسرحية ومن بعد تتخذوا الاجراءات اللازمة اذا كان عندكم احترازات او غضب على ما قيل على لسان لطفي العبدالي شوف ملاكرة هو من لم ينتحبه في محيط المترح موجود القوات الامنية الكاملة لتأمين معناها كل ماهو سلامة الحمين المدارية وجود ازاك كيف معناها في دحكو نحن نحكو على انتحاد في اتار الربحة بتاع المسرح فقط على خاطر كما قلت لك راوت اتهاالات مباشرة اتبقى الاخر وقت في تأمين سلامة الحضور هذه نقطة هذه نقطة عن تدوين الفنان سامي اللجمش يقول فيها يقول توصيف القانوني لما تعرض له محمد بوذينا منتج مسرحية لطفي العبدالي يقول اسم الشروع في القتل حالته استوجبت نقله لقسم الاستعجالي هذا شاهد عيان كان حاضر شو اللي صار بالضبط مع منتج المسرحية هو مسرحة شاي على خاطر ايجاية تحمل مسؤولية ما صرحة به واكيد اليوم تحل التحقيق في اتار اللي حصل للبرحة الكل سواء كان من لطي العبدالي او من مؤسسة الامنية اكيد تم نيابة عظمية يشتعين من الاحداث الكل واستخد الاجراء التمتاح بقى ينأكد تقولك اللي بالنسبة لأعوان قوات الامن الداخلي بجميع هيكلها بقى تل اخر وقت من فجر البارحة في تأمين سلامة انتكن بقى اللي قاعد يصير مع المنتج شنو اللي صار بالضبط هل فعلا هو موجود في قسم الاستعجالي هل فعلا مورس عليه نوع من العلم فنحبو نفهمه منك سيمو عزدبابي لانه مع النجل معلوم صحيحة والله ما لك نسمع منك كانت تاو سبعت منك انا تاو المنتج معنا في قسم الاستعجالي واللي هو تعرض للعنف سمعت منك تاويك هذي في تدوينة لسامي اللاجمية احنا بالنسبة لنا احنا معناش محتف في هذا الاتصار بقى كان عنجوش من عفادالي هناك مستدام قضية وطول العادلة تاخذ مجرهة واضح تبقى معنا معك فتحي المولدي بشيت فعلة معك سبعة خير زي معز صدقي فتحي المغربي تعرف قداش نحترم الامن تعرف قداش نعتز بالامن التونسي لانه الامن هو فعلا لامن لنا سلامتنا وشعب كامل تعرف كنت نسمع فيك بانتباه برك الله معناها في تدخل كان تدخل رشيق قلت نعرفه رواية متعلقة في العبداللي ونعرفه معناها وانه في السابق كانت ايضا بعض الاشارات فيها للامنيين السؤال البديهي الذي يطرح لانه يبدو انه تطورت الامور اثناء مسرحية يبدو انه حس ما فهمت من كلامك ولهنا وين فعلا شدت بعضها كما يقولوا وانه فما شكون من الامنيين ولطفي قاعد معناها يقدم في الرواية متاعه قالوا يزي نقص اه يزي يزي كذا ولطفي العبداللي بتبعت الحال جماهير الى اخيره بل بالعكس قاها فرصة بش يزيد ربما يطلع المال الساعدة ويزيد هاو يقولولي هاو كذا ربما هذا اللي خلى انه العملية تولي معناها تكتسي هذا النوع من الخطورة سؤالي بديهي فقط الامن عندما يحضر الامن عندما يحضر في تظاهره سوى رياضية سوى ثقافية سوى غيرها يحضر بش يامن التظاهره مش بش يقيم التظاهره مش انتي بش تقيم انه المحتوى ان بعد ما عجبناش فيه اهانة فيه كذا ثم اجراءات قضائية تاخذ معناها يمكن اتباحها اما اذا كان الامني يتفرج اذا كان واحد من الجايش يتفرج سياسي يتفرج ونعرف الوطفي العبداللي يقوم واذا كان عامل يتفرج ما عجبتوش اذا انا نعتبر انه دوركم هو تأمين العرض مش تقييم العرض والتقييم اذا كان فما مس من الكرامة متاع الامني حقكم محفوظ فيه شكاية فيه كذا فيه اجراءات قضائية وفي الاخير نقول له ولا نأسف نأسف للي وصلنا له اليوم بين معناها عرض مسرحي والامن في مواجهة يظهر لي ماذا بينا نكون اليد في اليد معناها في الوضعية هذه استاذنا انا معك هيا بالطبع بالطبع بالنسبة للامن راه يتدخل في كل ما هو اعتداء سوكان او لفضي على اي مواطن تونس ما بالك بمعناها جهاز كامل معناها بالنسبة لنا احنا حتى في اطار التأمين والتأمين هو تأمين سلامة الاطراف الكل ومنع اي اعتداء مهما كان نوعه سواء كان مترحي او غير مترحي وقع الاعتداء تفضيا على اعوان الامن اثناء مباشراتهم لمهامهم في الوقت هذيك بالجات معناها نتصور حتى التدخل متاعهم في اطار ما يسمع ان هي القانون معناش نصادروا في الاراة ولا نصادروا في مسرحيين في اداء معناها دورهم المسرحي استرضوا كان فتح المولدي نهرتها جاء في اطار العرض المسرحي متاعه هل فعلا انتقل على عين المكان والي اسفاقس انتقل الى منطقة الامن الوطني باسفاقس الشمالية هو بالله انكمل في حاجة صغيرة بركة تفضل هو تقليب على الامن العام راهوا دعوة الجماهير الى ردة الفعل مع المؤسسة الامنية وقعت رميان البابة وقعت ضرب بالجماهير هو عملية وشعل النار وتفع الجماهير لمواجهة مباشرة مع المؤسسة الامنية هذي حثير جدا رغم نبو عليه معناها في تحمل مسؤولياته معناها تم امور نرمال ما لا يقع تداولها على المسرح بشكل هذيك الشكل اللي تتعمل لطفي راهوا شكل يدعو الى التقاتل ويدعو الى ردة الفعل احنا مرسم معنيش لما حالة معزز ده بابي لكن ثم وجهة نظر اخرى تقول لك اللي في الاخر هو يقدم في فن ما نعرفوش الكلام اللي تقال اه 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 لا انا الحق ما كنتش موجودة وما سمعتش حتى الفيديوهات المدى وقل وقل يطاعة تنبيه عليه شنوه توجه للجمهور بالسلام طب تفهم شنوه معناها اللي يقالوا معناها يحكي على جمهور الساقس العظيم ما انا اخدو حق طبيتكم ويا قيسة تعيد يا كأمان سمع كلامنا رمانوه خسير جدا انا هاة التولة تعامل مع مؤسسة السيموعز سؤال اخير شنوه معناها الاجراءات والقارات اللي بشتاخدوها خاصة اننا شفن انه بشتتم انعيقاد أحنا نقدم قضية الإتار انتهاك المؤسسة الأمنية في إتار ذلك الكيف اللي هو ادعاء الجمهور إلى رجلة الفعال مع المؤسسة الأمنية والدعوة إلى التخاطل والمثب الأمن العام هذه الكلمة موسط ومدودة أكيد القانون سيأخذ المجرى وبتسبب لنا سواء كان الأمنيين أو الهيئة للنقبية مع سلطة الأشراف سنأخذوا قرار يعجم سأمين المسرحيات اللي يعرضها في لطي العبداللي اللي تكون فيها إهانة وفيها مت من المؤسسة الأمنية شكرا لك معز دبابي رئيس الغرفة الوطنية الأمن والمواطنة بالطبيعة من برنامج مفتوح أيضا بش نستمعوا للرواية الأخرى لطفي العبداللي حاولنا نتصل به منذ ساعات الأولى من الصباح لكن مرة أخرى الرسالة مواجهة للطفي العبداللي إذا كان يحب يدخل ويوضح من نحيطه هو شنو اللي صار بالضبط لأنه استوعنا فقط إلى الرواية الأمنية شكرا لك أريج موضوع أكيد للمتابعة نشوفوا شنو بش يصير كتداعيات لهذا الموضوع سبعة وستة واربعين دقيقة بعد شوية نرجع في كل موقف لفتحي المولدي لكن قبل ذلك لم فتخفيكم مع شي ما ورجعيني لكم على إيافام أحلى غاديو إيافام أحلى غاديو سبعة وواحدة وخمسين دقيقة مرحبا بكم جديد ساعتنا الولى في الساتنف ما زالت متواصلة لوقيت هذي بالذات هو قبل بشوية لما حال سمحنا فتح خطر خذينا من وقتك بش نوف ومحكية لطفي العبداللي شنو اللي صار فيها ونعود ونأكد أنه ما زال المنبرنا مفتوح لطفي العبداللي بش نسمعه منه وكيد خليوله يوضح لنا الصورة من جينبو شنو اللي صار فيها وأيضا المنتج محمد بوذين لأن الأخبار متضاربة حول حالته الصحية وأنه موجود حاليا في المستشفى أو القسم الاستعجالي لأنه مرسة عليه نوع من العنف ما نجموش نقره بذلك لأنه حتى ضيفنا ما أكدناش ذلك ماذا بينا نسمعه وجهة نظر الأخرى يلا فتحي كلمة وقص يقول لنا زيد المازد الطيق معلسف ملاك كل شيء زيت في تونس الأسعار وهذا شيء ملموس لكلام الزيت وهذا شيء محسوس العنف وهذا شيء تقول عليه مدروس لكن أكثر حاجة فاتت الحدود ويزينا من تقي العود وسيكتين عليها تقول ولدت حاجة عادية هي اللي شعة والكذب أكبر بالية عندنا مثل شعبي ملاكي ما كنت تقول زيد الماء زيد الدقيق واللي شعة واللي تدخل للغريق كذب وافتراع ولاعب عرض الناس بلاش شفقة ولا رحمة ولا أدنى إحساس ولا عندي حكاية نحب نحكيها لك قال لي قال لك يا سيدي فلان وين ونعرف والشخصة ذا ما ظهرش هاليا مات كانك من صاحبه الأولاني ظهر صاحبه بالجداء قال سمعت بيهم ريض مسكين جاء الثاني اللي حبي يزيد شوية الماء قالوا لا يودي ذاكا متخبي فيه برشة مناشير تفتيش جاء الثالث وذا يزيد الدقيق قالوا لا يودي وقفوه في المرنقية حطوه ها سيدي ذا نعرفو جاتوا هم في الخارج بشهر ولا مريض وهارب وقري بيحطوه في القبر ما نحبش نحكيه على الفيسبوك ساعات لا تسلم عائلتك لا يسلم بوك ناس يا ملاك ناق فاضية شغل تحط قدامه على الأورديناتور وتبدأ تخدم في الموتور عندها قايمة متع اسماء والإشاعة تولي يصب لكي في الماء ويخرصوا على السبان ويكيف قدام المرئيس غير روحوا راجل لكن المرئيس تجيب وتقولوا انتي جابان الخدمة راي يشرف وفلوسها تولي حلال يفتبدأ ولد حلال أما خدمة الكذب وزرع الإشاعات راي فلوسها حرام والحرام ما يثمرش ولو بقرام ما هوش دورنا أماليك لهو دوري لهو دورك مناش نعطيه في الدروس أما نبكي على تونس اللي ضرب فيها هسوس وسكت فيها الكنال وتكلم فيها الخنفوس الشهامة والرجولية يا ملاك رايع مرهمة الشراب الفلوس بتبيع نتمنى ان شاء الله تهدى النفوس واحسن غناية منذ سنوات تكون ديما نحطها في القبل واحسن غناية نحب نسمحها كل صباح نحب نهديها للناس الملاحة الحب بيجيبكن الحب والكره ما غير ما نقول لكم شكرا لك فاتحي سبعة خمسة خمسين دقيقة نمشيوا مباشرة مع ظفرة عبر الهاتف محسن بنساسي رئيس غرفة تجار الملابس الجهزة صباح النور شكرا لك على تلبية الدعوة سؤال ونخليك تفسر لنا هل صحيح انه نسب الاقبال ضعيفة في الايام الاولى من الموسمة التخفيضات الصيفية السولد وعلاش صحيح ما روش كل شيء ظهر على عيان الناس كل في بالك اللي ما تفماش علاش الفهمة الحاجة اللي بجينا نفهم وفا اللي برسها ناس فيها في العطلة هذيك علاش يظهر لي الاقبال كان ضعيفة المددية ويمكن التوقيت خرينها غلط احنا توقيت بالنسبة لنحنا يجب يكون ما نجموش نبدله فيه خطر عامة اتفاقية مع وزارة التجارة اللي يكون يكون في السيف يوم سبعة اوت احنا قدمناها باللوكات تمزي بس يخليه مع المكان وفستي كله برميه ذهي برميه في بريجي هو لما حالة زيدة ايضا لهذا سبب ربما بنسبة لكم في التوقيت لكن زيدة برشة وين سيقول لك اليوم جيبي على قدو وفي نفس الوقت كنشوف انا نسبة تخفيضات نلقاها حكاية فارغة خاصة في الدماغاج متاعه نقل عشرة في المئة والعشرين في المئة مع غلاء العسارة مع التضخم ما في حاليش معه ماوسم القرية ما كتعرف جي بيانتو في سبتمبغ هل هذا زيدي نجم يفسر نسبة الاقبال الضعيفة حاليا خلينا نبدأه بحاجة ساعة سيادة قلت نبدأه بعشرة وبعشرة في المئة احنا تعرف القانون العدد داربعين لسالة ثمانية وتسعين المثل دورة تاع الهدية تاع السود اقل من المهم اللي يبدأ بيه تاجر سيلوزان فورصان وما فوق احنا ينبغل دلو الوعدة كما سيبا دي فورصان واحنا كاد عنا نيدا من الغرفة الوطنية فمني بالمناسبة ليا باش التجاري يبدأوا موش من عشرين في المئة يبدأوا متناثين في المئة ثمانية فوق احنا اذي حال اثنين سيتك اذكرت قلت اللي بقوله جيب فارغ صحيح لاحظنا كان قبل بيخذ لك قطع تين وثلاثة واربعة يوم يكتفي حتى بخذ بقول لك ناخر علاقة جادية صحيح ما تنساش اللي ما زلنا كيخرجنا من عيدة كبيرة صحيح بالعطلة الصيفية والناس شفت انت في العطلة الصيفية ما شاء الله الوطلة كلها معبية والدري والبخورات بتاعنا معبية لكن معها ذاك يخمم توا المواطن تونسي يقول لك أنا عندي عدل عودة المدرسية قدامي واذي كان اشكال انت على المواطن تونسي واليوم زاد المواطن تونسي زاد مالك ما وش قاعد يخمم اونيك ما في اللبسة وإلا فعطة في القرية قاعد يخلهم ونخمم في غلاء المعيشة اللي قاعد نشوفه كل يوم قاعد يزاد شي على بعضه ولي دا اليوم ستوتا في نرمان باش نشوفه فما تراجع في المبيعات بالنسبة للصول وفما تراجع للحرفاء اللي ما همش قاعدين يقبلوا بصيطات كيفية كيما كان نتخبل ومتحدنا بقى مالجري اللي خرجنا بعد الجايح هذه تاع الكورونا وقلنا ان شاء الله طوال متأمل وخير لكن ديما عنا أمل نشوفه قد راحنا ما بتعرف يتمادى للصول انتعنا المدة ستة سبعة يعني مع العودة المدرسية الموتمتوسية وقلنا موجودين زد في الصول بإذن الله شكرا لك محسن بساسي رئيس غرفة تجار الملابسة الجهزة شكرا على تدخل يعطيك صحة فتح الملدي شكرا ملاك يعطيك صحة شكرا لك ساعة ثانية انظم للفريق أنس بن مالك وظيفناه بشكون هاي الفهوم سفير دولة فلسطين بتونس الكلمة الآن لشايمة في أحوال التقسم وبعض قسم الأخبار وقسم اللياذة نرجع لكم في ساعتنا ثانية